سد ومش عارف ايه وحصل لدرب ومش حصل لدرب وخدت الحاجة ومشيت وهربت انا ما هربتش ده الحاجة مع الناس اللي بتحل قال عليها انها نصابة وكل الدهب اللي عندها دهب فلسو وبيحذر الكل من التعامل معاها ومسميها اميرة عشرين في المية اميرة الدهب فضحتها بقيت على كل لسان والناس كلها قلبت عليها تعالوا نقول لكم ايه الحكاية في الايام اللي فاتت الناس كلها ملهاش سيرة الا اميرة الدهب بس المرة دي مش علشان اختراع جديد من الدهب اللي هي بتعمله ولا حاجة ده علشان واحد من اكبر واقدم تجار الدهب بيتهمها انها نصابة ده علشان واحد من اكبر واقدم تجار الدهب بيتهمها انها نصابة وانها السبب في الازمة النفسية اللي جات لابنه بعد ما شهرت به الموضوع بدأ بلايف طلعته في الاول اميرة الدهب وقالت ان فيه واحد اسمه محمد جابر نصاب خد منها دهب علشان يبيعوا بكميات كبيرة وما رجعهوش ولا رجع حقها فيه وللي مش فاهم يعني ايه دي عبارة عن دايرة ومشية بين التجار التاجر اللي معهوش سيولة بياخد من تاجر تاني بيبيع ويكسب ويرجع له الدهب ده فلوس ونسبة ومش بس كده اميرة نزلت صورة ابن محمد جابر في اللايف وقالت عليه انه حرامي وانه معاها مكلمة متسجلة لي وهو بيشتمها بابشع الالفاظ طبعا الفيديو في دقايق جاب ملايين عند اميرة والناس كلها بقت بتتكلم عن صديحة محمد جابر لكن المفاجأة كانت لما الطرف التاني طلع يتكلم وقال انه كلام اميرة ده كله فانكوش لانه لا رحلها ولا شفها ولا حتى خد منها جرام واحد وتحداها في اللايف انه لو كلامها ده صحيح تجيب له صورة واحدة كان هو داخل فيها المحل حتى المكلمة المتسجلة دي مش موجودة من الاساس طب ليه اميرة الدهب عملت معاك ده؟ جابر بيقول انه اميرة ما هي الا بلوجر بتعمل دعاية للدهب لكن لعندها محلات ولا يحزنون وكل ده ملك التاجر تاني وهي ليها نسبة عشرين في المية يعني من الاخر محلاته متاخدستارة فيه اشارة منه انه مصدر الحاجة دي مش مظبوط وكمان قال انه الدهب اللي عندها مخشوش لكن الغريب في كل ده ما كانتش الخنقة اللي ما بينهمه بس الغريب هو الكومنتات الكتير اللي عند محمد والكلام اللي بيقولوه على اميرة اللي بيقول انها اصلا كانت محبوسة سنة في تزوير ورشوة واللي بيقول اكيد دي بتشتغل في غسيل الاموال اما الجابة الفلوس دي كلها منين وكلام كتير قوي على اميرة والكلام ده مش من بدري فيه كتير ناس بتبقى عايزة تعرف ازاي اميرة ظهرت فجأة من العدم وبقى معاها الفلوس دي كلها خاصة انها كانت مهندسة عادية وبعدها بيعا في محل دهب ودلوقتي من اغنى سيدات في مصر بتلبس الدهب من اولها لاخرها تفتكروا مين اللي عنده حق في الحكاية دي كلها اميرة ولا محمد جابر وهل فعلا ممكن اميرة تكون نصابة زي ما بيقول